وفقاً لصحيفة ديليميل، فإن الأهل السعودي عرض صفقة ضخمة تبلغ 43 مليون جنيه إسترليني على إدارة منشستر سيتي لضم رياض محرز، الذي ينتهي عقده مع النادي عام 2025 وسيمنح الأهل السعودي لرياض محرز 43 مليون جنيه إسترليني سنوياً بالإضافة إلى مكافآت لمدة عامين وهو عرض أكبر بخمس مرات من العقد الذي يوقع عليه في الصيف الماضي ويضيف التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً والذي شعر بخيبة أمل بسبب عدم مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مهتم بإنهاء مسيرته في المملكة العربية السعودية كما أن أحدث التقارير تشير إلى أن اللاعب الإنجليزي ليانغارد يقترب من الدور السعودي هو الآخر وسيكون زميل محرز في النادي وقال اللاعب في تصريح له أنه لا يمانع في الانضمام إلى الدوري السعودي وفقاً للتقارير الصادرة من ألمانيا، اقترب إنتراخت فرانكفورت من التعاقد مع اللاعب الجزائر الدولي البالغ من العمر 20 عام ثارس شعيبي من تولوز وقد احتل إنتراخت فرانكفورت هذا الموسم المركز السابع في الدوري الألماني وسيلعب في دوري المؤتمرات الموسم المقبل لن تكون هناك مباراة ودية بين الفريق الوطن الجزائري والفريق المصري وقد سبق وتحدثت عنها الكثير من وسائل الإعلام وأنها ستكون في شهر سبتمبر وهذا بعد الأنباء التي تشير إلى أن الفريق المصري سيجري مباراة ودية مع الفريق التونسي والاتحادية الجزائرية لكرة القدم تبحث آلان عن منافس مناسب للفريق الوطن في تربص شهر سبتمبر شكرا